احنا بتدينا الكلام وقلنا ان الموجة هتنكسر فما تحبش تغيري كلامنا لا لا احنا كمان ملاحظين واحنا جايين الصبح النهاردة ان نجاوك اللطيف فعلا وده يعني احنا يمكن قلنا مع دكتورة منار غانم اوه هي قلت لنا مبارح ان فيه انكسارات في درجات الحرارة نقيم تتراوح من 4 ل 5 درجات على مدار النهاردة وبكرة والتلات هتبدأ ترتفع مرة تانية شوف يا دينا لو قدرت تخليها اكتر من 4 اخمص درجات هي تعديدة اكتر من كده هي من ليل هتنخفض اكتر ده معدل كويس بنصبح على حضراتكم مرة تانية وخلونا في البداية نستعرض معاكم جولتنا المرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات وخصوصا ان الناس بدأت تنزل دلوقتي خلونا نبدأ معاكم من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة في شوارع تانية هنلاقي ان فيها سيولة مررية على طريق الكنيش هنلاقي فيه كثافة مررية من مضلات في اتجاه منطقة وسط البلد كمان الكنيش المتجهن المؤسسة في بعض الكثافات المررية البسيطة هنروح لكبر اكتوبر هنلاقي فيه كثافات مررية متحركة وبتفضل مستمرة لحد العباسية هنفضل ماشي لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي برضو ان فيه سيولة مررية لو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مررية وصولا للمنصة وظهر الكثافات متوسطة في الاتجاه الآخر الى وسط المدينة بيشهد شارع بورسعيد من نزلة كبري اكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمرة بعض الكثافات المررية هنروح معاكم لمحافظة الجيزة وهنبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المررية قبل بعض النزلات كمان فيه بتكون كثافات فيه محور 26 يوليو للقادم من ميدان او الى ميدان لبنان من مدينة 6 اكتوبر اما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان لو رحنا لطريق المريوتية والدائري اللي فيه سيولة مرية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حضائق الاهرام وصولا لميدان الرمية في كثامان كثافات مرية متحركة في شارع جامعة الدول العربية وميدان الدقي بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاء ومبابا بالنسبة لمحور صفطفة بيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة نروح معاكم لمحافظة القليوبية ولو انت جاي من محافظات الدلتة زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل أن انت تكمل في طريق شبرى بنها الحر علشان ما فيش أي كثافات ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرية في طريقة الإسكندرية الزراعي قبل الدائري لكن أقل من المعتاد بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات للسحب أي كثافات مررية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري هنكمل معاكم جولتنا ونروح بور سعيد واللي هنلاقي فيها سيولة مررية في أغلب الشوارع معادة بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مررية ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مررية مكملة لحد آخر الشارع ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة في انخفاض طفيف درجات الحرارة بقيم بتطروح من 3 ل 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فيه نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والواجه البحري وسباحل الشمالية ومدن القناة ووسط صيناء وشمال الصعيد بقد تكون مثير المال والأتربة على جنوب الصعيد درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36 على درجة حرارة هتكون في أسوان 44 وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة هنتابع مع حضراتكم التقسي بالتفصيل لكن بعد شوية ترجمة نانسي قنقر